سلام عليكم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الجميع بخير وصحة وسلامه قصتنا اليوم لرجل ينقال له عبود عبود هذا رجل متزوج وكان في هذاك الوقت في منتصف الأربعينيات خمسة واربعين ستة واربعين سنة وعبود متزوج وعنده أسرة والرجل حاله يعني مثل ما نقول أحواله والمادية متواضعة جدا رجل بسيط وحاله على قده في يوم من الأيام عبود فتح دكانة صغيرة أو بقالة للخضار والفواكه وبعض أنواع المعلبات والبسكويت والقصص هذه فتح الدكانة في حي راقي جدا والحي هذا كان معظم سكانه من مشاهير الأطباء والمهندسين والمحامين وأثرياء التجار وأصحاب الشركات وأيضا كان فيها الحي العديد من السفارات العربية والأجنبية باختصار كان سكان الحي في معظمهم من كبار الأغنية والمشاهير وبعد ما عبود حصل على الموافقات اللازمة من البلدية لإفتتاح البقالة الصغيرة وجهب هالفواكه وهالخضار وهالمواد اللازمة أنها تكون فيها البقالة الصغيرة فيها الحي الراقي قدم عبود على خط هاتف وخط الهاتف فيها ذاك الوقت يعني إحنا نسولف في منتصف الستينيات من الستينيات القرن الماضي الأمر غاية في الصعوبة بالنسبة لشخص مثل عبود ولكن عبود ساعدوه بعض الأشخاص أو الزباين المتنفذين اللي ألهم معارفهم وألهم وزنهم فأستعان فيهم عبود وفعلا لبوا الطلب وخلال أسبوع ولا أسبوعين كان واصل الخط إلى الدكانة وهي سرعة قياسية يعني فيها ذاك الزمن مو أي شخص يقدر يحصل على خط هاتف في الستينيات المهم دكانة عبود كانت مساحتها صغيرة جدا ما تتجاوز المترين في مترين مربع ورغم صغر هذه الدكانة الصغيرة إلا أن كان عنده حجم البيع والنشاط التجاري كان يعني عالي جدا فأضطر جميل على أنه يجيب عامل يساعده وبعد فترة جاب الثالث وبعد فترة جاب الرابع يعني في فترة من الفترات كان عند عبود أربع عمال فيها الدكان الصغير يعملون بنشاط وطايرين من فيلا إلى فيلا ومن مكان إلى مكان ويادوبهم يلاحقون على طلبات الزبائن اللي عن طريق الهاتف وفكر عبود في يوم من الأيام قال لك يعني بما أنه في هالحركة الزايدة على البيع والشراء ليش أنا ما أشتري يعني دراجات هوائية أو بسكليتات ويصيرون يستخدمونها هالعمال حتى يوصلون الطلبات على البيوت وطبعا عبود ما كانت غايته من شراء البسكليتات هذه وأنه يسوي مثل ما نقول يعني اليوم شركات التوصيل مو من أجل يريح العمال المساكين هذول يشتغلون عنده لا لأجل السرعة ولأجل يقدر يلبي كل طلبات الزبائن وتوصل الطلبات في الوقت المناسب وفعلا عبود طبق الفكرة واشترى له ثلاث أربع بسكليتات وبدأ يوصل الطلبات هذه عن طريق البسكليتات وتلاقي هذول العمال واحد رايح وواحد جاي راحت الأيام وجدت الأيام وتمروا لشهور وعبود أموره من حسن إلى أحسن كان عبود قاعد وراها الطاولة وماسك بإيد سماعة التليفون وبإيده الثانية ماسك قلم حبر من الحبر الناشف اللي كانوا يستخدمونه في ذاك الوقت ويسجل طلبات الزبائن طول النهار من الساعة ثمانية الصبح للساعة ثمانية المغرب وصراحي يعني عبود هذا ما عاد يلاقي وقت لأنه يشتغل أي شيء غير أنه طول النهار هل الناس الأغنياء والمشاهير هذولا ألو مرحبا يا عبود ودنا كذا حاضر يسجل عبود الطلب ويسكر السماعة من هنا ويصيح على العمال يا صبحي تعال جهز الطلبية هاي بسرعة وخذها بالبسكليت فورا على فيلا شوكة بيك يرجعون الهاتف يسجل عبود الطلبية يا جمعة تعال جهز الطلبية وخذها فورا إلى فيلا أبو تالة وهيش على طول النهار وعلى مدار الأيام عبود ما عاد يقدر يعني الحاله يدير هالدكانة الصغيرة ويقوم يجيب أخوه لحتى يساعدوا في الدكانة وضغط عمل يعني غير طبيعي وحي راقي وناس عندها فلوس وما يهم هالمصاري يعني كان واضح أنه عبود يكسب فلوس في اليوم الواحد اللي يكسبه غيره من المحلات الأخرى أو في الأحياء الأخرى وده شهور أو سنة لحتى يحصل على الفلوس اللي يحصل عليها عبود في شهر ولا في أسبوع إلا أن عبود كان فيه طبع مهوزين عبود كان بخيل جدا على العمال المساكين هذول اللي يشتغلون معاه وكان قاسي عليهم جدا كان يعطيهم أجور بسيطة وزهيدة ما تعادلوا الجهد اللي كل نهار فارين على هالبسكليتات ورايحين وجايين وكان بعض العمال هذول يطلبون زيادة على الأجرة فإذا حد منهم طلب يقولوا يا مثلا يا صبحي أنا بحياتي سألتك قديش يعطاك محسن بيك ولا رشيد بيك ولا قديش يعطونك بقشيش لما وصلت له الطلبية للفيلة على كل حال إذا الراتب يسيدي ما هم كفيك ما هو عاجبك الله معاك الباب يوسع جمل وإذا رجع واحد منهم متأخر بالبسكليت بعد توصيل الطلبية عبود يقوم الدنيا وما يقعدها على رأس هالمسكين اللي يتأخر شوي وحتى إلى درجة يعني إذا وحدهم بنشر معاه البسكليت هذا العجل عجل البسكليت يعني على كثل الروحات والجيات والمشاوير هذا عبود يقوم الدنيا ليش بنشر وليش كذا وفوق هالشي كله يقوم عبود يخصم تكليف التصليح من راتب العامل الفقير هذا وإذا جاء وحدهم الصبح متأخر له نص ساعة ولا ربع ساعة عبود يصيح عليه لف وارجع روح كمل نومتك ببيتك يا حبيبي وتعال آخر الشهر خذ بقية حسابك هذه كانت معاملة عبود الموظفين الأربعة حتى بعض الأحيان يكون عنده خمسة ويكرهون وكلياتهم ولكن شو دهم يسوون ناس ودها تشتغل ودها تعيش اللي عنده عائلة واللي بحاجة إلى فلوس فالناس مضطرة أنها تشتغل وهذا عبود مستغل ظروف هالناس وكانت نفسيته يعني حقيرة جدا ومن النادر أنك تلاقي عامل يظل له يعني أكثر من شهرين مستحيل اللي يظل شهرين هذا يكون مثل ما يقولونه براسه ريشة أو أبو علي ودائما عبود عنده وجوه جديدة من العمال كل شهر ولا شهرين مغير الطاقم كامل المهمة تروح الأيام وتيجي الأيام وبسبب بخ العبود وقسوته ومعاملته السيئة للعمال رغم أنه المال اللي كان يكسبه عبود من هالتجارة الرابحة هذه كان مهول جدا العمال هذولة كانوا يعني ما يقعدون عنده فكان بحاجة إلى عمال بشكل مستمر اضطر عبود على أنه يشغل من هبو ودب أي واحد يجي يقول أنا بحاجة شغل يقول له تفضل انزل على طول لأنه يعرف بعد يوم ولا يومين واحد من هالعمال راح يترك الشغل لأن عبود مضطر لأنه يعني يلبي طلبات هالأثرياء والأغنياء والشغل هذا قاعد يجيب له فلوس واللي يدخل على دكان عبود ويقعد فيه خمس دقائق ولا عشر دقائق يقول لك هذا الدكان الصغير عبارة عن منجم ذهب وفي يوم من الأيام وصل واحد من عمالهم والعامل هذا اسمه رياض رياض طلع على هالبسكليت يوصل طلبية إلى فيلا أحد الأطباء المشهورين فيها الحي وفتح بوابة الفيلا هذه ودخل فيها الطريق المرصوف وشاف طفلة صغيرة قاعدة على مرجوحة تلعب عليها والطفلة هذه كان عمرها سبع ثمان سنوات تتمرجح وقاعدة تلعب والمرجوحة بينها الشجر وفيها الحديقة هذا رياض شاف حواليه ما في حدا فقام قرب من البنت هذه وقام يتظاهر بأنه يحاول أنه يعني قال قاعد يمرجحها هو ويهز المرجوحة ومن خلال العركات هذه كان رياض شنو يسوي يحتك بجسم الطفلة الصغيرة هذه بشكل يعني تحرش قاعد يتحرش فيها وفجأة يطلع للرياض هذا البستنجي اللي يشتغل فيها الحديقة واللي كان شايف الرياض من بعيد وقاعد يراقبه شنو يسوي ويقوم يمسك هذا الرياض ويكسر وتكسر اجتله تشتله يا لطيف وهذا رياض ظاهر أنه جسمه ضعيف يعني بنته الجسدية صغيرة وهذا البستنجي بمجرد ما مسكه شافه قاعد يعني يحاول يعتدي على هالبنت الرجل ما يقدر يتمالك أعصابه والرجل مؤتمن على البنت هذه المهم حصلت معركة طويلة عريضة بين رياض وبين البستنجي ويقوم البستنجي يبلغ الدكتور يا دكتور القصة كذا وكذا وكذا ويحضر الدكتور ويقوم هذا البستنجي مسك رياض وربطه الحين ما يصل الطبيب وصل الطبيب وقال له الموضوع كذا وكذا وشفته يتحرش بالبنت وما قدرت وكذا وهذا الولد قام الطبيب هذا اتصل مباشرة على عبود قال لي عبود ودك تيجي حالا خير يا دكتور شنو اللي صاير قال له الطبيب بس توصل تعرف المهم عبود هذا قال لك خير شنو اللي صاير عند الطبيب وشاف لاجته انها يعني حاد شوي والظاهر الطبيب يعني ما حب يتوسع في القصة ويشتكي لشرطة بشان ما يسوي فضيحة له والبنت والفضيحة ما لها داعي ومدام البنت انها ما تعرضت الاذى وما تم الاعتداء عليها فقال لك ما في داعي انه نكبر الامر ونسوي فضيحة من ولا شيء قال لك خليني اتصل على عبود وادبه عبود بمجرد ما اسمع الخبر من الطبيب قام ترك المحل وكان اخوه موجود دير بالك اهم شيء سماعة الهاتف دير بالك الطلبات دير بالك يوصيه طالع ركب سيارته عبود وراه على الفيلة تبع الطبيب لما وصل خير يا جماعة شنو اللي صاير قال الطبيب يا ابو درويش اللي هو البستنجي اشرح للسيد عبود شنو اللي صار قام شرح البستنجي ابو درويش العبود اللي صار والولد هذا الرياض محاول يعتدي على البنت ويتحرش فيها ويقوم عبود يضرب هذا المسكين الرياض ثلاث اربع كفوف شف ياخذه وشف يجيبه خل الشرار يطيره من عيونه وانت ما تستحي وانت قليل ادب وقليل تربية وشلون تسوي كذا قاله انت مفصول من العمل اعتبارا من هاللحظة وقال للطبيب يا دكتور انا اعتذر منك وصراحة حقك علي اول مرة واخر مرة وقال انا بصراحة استأذن عندي شغل كثير وقام وده يمشي عبود علشان يغادر الفيلا عبود هو طالع مش هاله خطوتين ثلاث لكن الدكتور قاله يا عبود لحظة يا عبود لو سمحت وقف عبود وقال خير يا دكتور قال يا عبود انا هذا الولد الصالوك اللي هو رياض قال انا ما عارفه وما يهمني اصلا من يكون انا عارفك انت انت المسؤول انه وانت اللي ارسلت لي على الفيلا وهو انتهك حرمة بيتي وحاول يعتدي على بنتي الصغيرة وفوق هذا كله اتعارك مع البستنجي بتاعي وانت المسؤول يا عبود عن كل هذا الفعل عبود يعني سكت شوي وقال يا دكتور يعني هذا الولد ضربته وبسقت في وجهه وطردته من العمل واعتذرت لك يعني شنو تريد اكثر منهيش يا دكتور قال الدكتور يا عبود انا ودي شرفيك وعليك انك تدفع مبلغ الفين دولار شرفية اما ان رفضت الدفع از مودك تدفع فهذه قصة اخرى نتكلم فيها بعدين وطبعا الدكتور يقصد من انه نتكلم فيها بعدين في عادات وفي تقاليد وفي اعراف ما يقدر يدخطها عبود قام عبود التفت على الطبيب وقال يا دكتور طيب ما في حل ثاني قاله الدكتور شوف يا عبود انا رجال الله معطيني ومغنيني مثل ما تعرفوا انت شايف وانا ماني بحاجة للالفين دولار هذي اللي قلت لك عنها ولكن هذي الشرفية هي تأديب لك مشان تأدى بشلون تختار العمال اللي يشتغلون عندك ويدخلون بيوت الناس اما اذا رفضت الدفع فعندك خيار شنو الخيار يا دكتور قال الخيار انك تجلي او تغادر الحي باكمله وما اشوفك بعد اليوم فيها الحي عبود لما سمع انه يغادر الحي وما عاد يشوفه الطبيب طار عقله يا دكتور مشان الله مشان حب الله اي طولك اي قصرك يا رجال او انا رجل على باب الله وعبود بدأ يفكر يقولك هالفلوس اللي قاعد يجمعها كل يوم شلون يعني ما يقدر يعيش حياته رجل تعود على الفلوس بشكل يومي وبشكل غير طبيعي بدأ يترجى بالدكتور ومشان الله يا دكتور وطول بالك والقال يحل وانت رجال طيب ورجال شهم المهم بعد جدال طويل وعريض اتفق عبود والدكتور على انه يعطيه الف دولار والاتفاق كان انه عبود يسد الالف دولار للطبيب على مراحل او علدة على مدى الاشهر الجاية يعطيه بعض البضاعة اه او الطلبيات اللي تطلبها مرته الطبيب او الطبيب ويسجل على الدفتر عنده عبود وكان هذا المبلغ الف دولار فيها ذاك الوقت يعني مبلغ ضخم جدا وفيها ذاك الوقت يعني كان راتب ووظف الحكومة ما يتعدى يعني نقدر نقول الخمسين ولا ستين دولار فمبلغ خمسمائة دولار مبلغ كان ماهو سهل المهم طلع عبود من الفيلا فيلا تطبيب وهو راح ينفجر من الغضب يعني شوف هذا الشغيل غبي ارتكب غلطة كلفته الف دولار صار عبود من يومها سريع الغضب يغضب ويزعل لأتفه الأسباب لا زادت قسوته في التعامل مع العمال المساكين اللي يعني ولا تزروا وزيرة الوزرة أخرى هذا غلط وطردوا فما ذنب العمال هذول الآخرين إلا أنه كل يوم عن يوم تزيد القسوة على هالعمال المساكين ويبهدلهم على أتفه الأسباب ويحذرهم ها ديروا بالكم أي غلطة تغلطونها مع الزباين تفضحوني والله العظيم أعدمكم حياتكم ديروا بالكم لما تسلمون أي طلبيل أي زبون يعني توخوا الحذر وبهدل ويسمعهم كلمات على الطال أو الناز لوك أنهم عبيد عند عبود عبود شنو سوى بعد ما صارت مع الحاثة هذه يقوم يستشير محامي مشهور في هالحي اللي هو فات فيه عبود وكان من زباينه هذا المحامي قال عليه المحامي يا عبود أنت لازم تكتب ورقة يسمونها وثيقة إخلاء طرف وتصدقها بواسطة محامي عند كاتب العدل قال له طيب شنو أستفيد منها هذه قال له المحامي الورقة هذه وثيقة إخلاء الطرف أنه أنت غير مسؤول لا قضائيا ولا عشائريا عن أي خطأ أو أي غلطة أو جنحة أو جناية يرتكبها أي أجير أو عامل يشتغل عندك وأنه الشخص نفسه هو المسؤول هو اللي يتحمل المسؤولية عن أي غلطة يرتكبها حسب القاعدة الشرعية ولا تزر وزرة وزرة أخرى فعلا قام عبود ساوى هذا الأمر وكتب وثيقة إخلاء الطرف وسوى منها عدة نسخ وحس أنه يعني الآن ارتاح وشال المسؤولية وأخلى طرفه فصار كل ما يجيب عامل من هالعمال لأنه العمال ما تطول عنده يجبر العامل على أنه يوقع على هالغرقة هذه ويقول للعامل ترى أنت المسؤول عن أي خطأ ترتكبه أظن عبود بعد ما ساوى هذا الأمر أنه إنها المشاكل هذه عهد تحمل المسؤولية عن أغلاط العمال اللي يشتغلون عنده وأن أي واحد منهم ما رح يقدر يرتكب أي غلط بعد ما يوقعون على وثيقة إخلاء الطرف خصوصا أنه من الصبح للمغرب وهو يحذرهم ويبهدلهم المهم راحت الأيام وجهت الأيام وأمور عبود ماشي تمام التمام والعمال كل فترة والثانية عنده طاقم جديد كان نظام الفيلل أو فيها المنطقة اللي عايش فيها عبود وفاتح فيها الدكانة تكون الفيلل حواليها سور والسور هذا محاط بحديقة والحديقة مزروع فيها أشجار وورود وفيها بعض المراجيح والحديقة هذه فيها بستنجي والبستنجي هذا اللي هو يقلم الورود ويسقيها وينسقها ويضبط الأمور وطبعا كل فيلا فيها طباخ وفيها خادمة أو خادمتين وسواق لتوصيل صاحب الفيلل المكان عمله وتوصيل المدام إلى مشاويرها وتعرفون المدامات مشاويرهم شثيرة وتوصيل الأولاد إلى مدارسهم وفي المساء عند المغرب بعد ما تخلص الطرقة على هاي كلياته يروحون كلياتهم كل من يروح على بيته ما عدا الخادمة الخادمة هذه لازم تظل أنها في الفيلل وتخدم أهلها الفيلل وتنام عادة يكونون مسوي لها غرفة صغيرة في الحديقة أو داخل المنزل بعد ما تخلص على خدمة أهلها البيت نهاية السهرة فتروح تنام إما في الغرفة المخصصة لها في داخل الفيلل أو في الغرفة اللي في الحديقة وكان مهمة أيضا البستنجي أو الخادمة هم اللي يستلمون الأغراض أو الطلبيات اللي يجيبونها اللي أشخاص اللي يوصلون هالطلبيات على الفيلل وكذلك غالبية الفيلل يكون فيها أجلكم الله تشلب حراسة ضخم من التشلاب الضخمة والشرسة التشلب هذا يطلقونه في الليل مهمة حراسة الفيلل من اللصوص والحرامية والناس اللي يتحاول إنها مثلا تعتدي على حرومات المنازل والفيللات فتشلب هذا يعني بمجرد أنك تشوفه وتخاف من شكله قبل لا ينبحه قبل لا يسوي شيء المواصفات هذه اللي تكلمنا عنها تنطبق على فيلا رجال ينقال له غالب بيك غالب بيك هذا رجل الثري عنده فيلا ضخمة جدا وحديقة جميلة والرجل الله معطيه خير من عنده وكان عند غالب بيك خادمة وحدة تنام في غرفة الحديقة لحالها والخادمة هذه خلينا نسميها حنان حنان كانت على قدر لا بأس به من الجمال بنت سمرة شابة في بداية العشرينيات وهذه حنان كانت مطلقة مطلقة وحاصل زواج بينها وبين أحد الأشخاص والظاهر أنه يعني ما في نصيب يكفون مع بعض وما عندها أطفال وكانت هذه حنان تستلم الأغراض من عامل التوصيل في النهار وحنان هذه كانت هي المسؤولة عن الكلب الشرس وهي اللي تهديه لما يجي العامل هذا علشان تستلم منه الأغراض على باب الفيلا فكان الكلب هذا يهجم على عامل التوصيل وكان في عامل توصيل مخصص لغالب بيك خلينا نسميه زاهر زاهر هذا كان شاب في بداية العشرينيات أيضا شاب فقير وأعزب ومرة على مرة نشأت علاقة بينه وبين الخادم حنان تطورت العلاقة مع مرور الأيام والتوصيلات إلى علاقة حب وهذا زاهر يوعد حنان بالزواج عبود صار يلاحظ أنه زاهر لما يروح على فيلا غالب بيك يتأخر وعبود كان مثل ما قلنا رجل شرس وبخيل وأطباعه سيء جدا وهذا زاهر لما يروح على فيلا غالب بيك كان يتغزل بحنونة ويحاول يعني يمضي معاها عشر دقائق ولا ربع ساعة وهي كانت مبسوطة جدا على الكلام الجميل والظاهر هذا العكروت زاهر زاهر لسانه حلو كان يتغزل فيها وهالطول وهالجمال وهالعيون فكان لما يتأخر يجي عبود يسأل مباشرة وين وليش متأخر وسود الله وجهك وبهدلتنا وكذا فزاهر يقول له يعني والله اضطريت يا معلم عبود أني أتأخر يعني لحتى جهل بستنجي ولا جدت الخادمة والجماعة عندهم تشلب شرس والصراحة يعني هذا سبب تأخيري فشانت الحجة تمشي على عبود زاهر حاول أنه يواعد حنان خارج الفيلة ولكن حنان هذي اعتذرت وقالت يا عبود أنا ما عندي ولا يوم عطلة فيه إشار أنا أداوم فيها الفيلة 24 على 24 أنا مقيمة فيها الفيلة وحنان هذي كانت مثل ما نقول مقطوعة من الجرة لا أب ولا أم ولا أخ ولا لها حدا وصراحة يعني مقيمة يعني فيها الفيلة وقالت له أنا ما طلعت منها الفيلة خلال الثلاث سنوات اللي صار لي أشتغلها عند غالب بيك طالع مرة ولا مرتين وقالت بعدين حتى لو أنا أخذت إجازة أصلا ما عندي بيت أروح عليه المهم زاهر أفلس من أنه يعني يقدر يلتقي بحنونة خارج الفيلة قالها طيب يا حنان شو رأيتش يعني أجي وألتقي أنا وياك في الغرفة هذه اللي تنامين فيها بالحديقة بعد ما ينامون أسرة غالب بيك وينتهي يوم العمل هذا الطويل حنان قالت له يا زاهر حتى لو يمشي الحال التشلب هذا والله يأكلك والله يكشمك تكشم بعدين حتى لو ما يعني ما قدر يوصل لك صوت صوت نباحه العالي هذا راح يفيق الحي كله يعته فهذا الأمر مستحيل صعب قام زاهر صار يفكر إنه شلون وده يزبط أول شي الله يعزكم التشلب لحتى يتعود عليه وما ينبح عليه أو يهاجمه وهذا زاهر شاب فقير يا دوب يعني أجرته هذه يساعد فيها أمه وأبوه وإذا وده يشتري لحم للكلب وده يعني يحط اللي فوقه واللي تحته فشنو سوى زاهر صار يمر على اللحم الموجود عندهم فيها الحارة ويطلب منه يعطيه بعض العظام والدهن والشحم وجلاميط اللحم اللي يكبونها اللحمين عادة في الزبال الله يعزكم فما حدا يشتريها وقال زاهر للحام أنه جايب بس أو قط للبيت فكان اللحم هذا يعطيه الفضلات بدل ما يكبها في الزبال مجانا وتفق زاهر مع حنان على أنه يجيب بقايا العظام هذه والشحم وتوالي هاللحم يجيب هاللفيل معاه لما يجيب الطلبيات ويحاول أنه يلاطف هاتشلب الله يعزكم بحضور حنان اللي هي ما سكتته من الحبل المربوط فيه رقبته ويزدت له هالعظام وهاللحم وشوي شوي تتحسن الأمور يتعود عليها تشلب وفعلا نجحت الخطة وصار هاتشلب شوي شوي يتعود على زاهر وهيز بذيل لما يجي زاهر من بعيد وصار ما عادي مباح وصار يعني يجي على زاهر ويحاول يفتن حواليه والخادمة هذي ما سكتته من الحبل وتعود تشلب الله يسكم على زاهر وما عادي يخاف منه وصار زاهر وتشلب أصدقاء زاهر الآن صار الطريق مفتوح أمامه وقالها يا حنون الآن صار الطريق سالك ما عدلتش حجة ودي ألتقي أنا وياتش حاولت حنان في البداية إنها تمانع وكذا وخاف يشوفنا غالب بيك وخاف يشوفنا حدا قالها ما عليك أنا أجي في وقت متأخر وتكون العائلة نايمة كلياتها وتشلب صار من عز أصدقائي وأجيش أنا يعني بعد نصل ليل الساعة 12 واحدة وانتي ما عليك على أنش تفتحين هالبوابة الفيلا شوي شوي وندخل على غرفتش قابوا ساعة زمان نقعد نوياتش وعدها يعني أنه والله ما ألمسك وما أقرب عليك أبو يعني لمسات يد وكذا يعني أمور بسيطة وهذا زاهر كان وحيد على أربع أخوات بنات اثنين أكبر منه واثنين أصغر منه وكل هن الأربع متزوجات وكون زاهر الابن الوحيد فكان أبوه وأمه يغضون الطرف عنه حتى لو تأخره شوي يعني بعد ما يخلص شغول يطلع مع أصدقائه في علاقهوة ولا على سينما وكان تأخره يعني على البيت لو تأخر شوي يعني أمر معتاد المهم زاهر زار حبيبته حنان وقعد عندها حوالي نص ساعة وهي خايفة وكل دقيقة والثانية ومشان الله يا زاهر واطلع ولا يشوفنا حدا وزاهر ما تجاوز حدوده معاها مثل ما وعدها مر أسبوع زمان وزاهر قال الله يا حنون وودنا نلتقي بعد أسبوع حنان عارضت أيضا في البداية وكذا واضطرت أنها يعني ظاهر لها هي ثلثين الخاطر وتروح الأيام وتجي الأيام وبعد أربع خمس زيارات من زيارات زاهر الحنان حنان مثل ما تقولون اتطمرت الزاهر والقلق اللي كان يعني في داخلها تبدد وقالت لك خلاص الولد يعني ما رح يغلط معاي ولا رح يعتدي علي ولا كذا وصارت تشعر بأنه العملية سهلة جدا أنه يدخل زاهر على الفيل لو تقعد هي وياه ساعة ولا ساعتين تالي هالليل وهو يروح وهي ترجع تنام المهم راحت الأيام وجدت الأيام وزاهر وحنان يلتقون كل فترة والثانية واللي صار فيها ذاك اليوم أنه الرجل هذا صاحب الفيل غالب بيك ينام بكير يعني بين الساعة تسعة ونص عشرة عشرة ونص بتشثير يحط راسه ينام رجل عنده شغل وعنده أعمال وعنده شركة ورجال يضطر أنه ينام بكير فيها ذاك اليوم صابوا قلق غالب بيك وقام الرجال قاعد وقام طلع من غرفة النوم وقاعد على البلكونة اللي فيه الطابق الثاني كانت البناية عبارة عن الطابق الثاني غرف نوم طلع قاعد على البلكونة وشغل السكارة والأصوات هادئة فيها الليل ما في حركة إلا نباح بعض الكلاب الله يعزكم وقاعد يتأمل هالحديقة وهالأشجار وكانت غرفة حنان مقابل البلكونة اللي قاعد عليها غالب بيك فجأة وشوف غالب بيك أنه باب الغرفة هذه غرفة حنان انفتح الباب وحنان طلعت تمشي شوي شوي وشافها إنها تمشي على روس أصابعها متجها على بوابة الفيلة ويلحقها تشلب وتشلب في ذاك الوقت يكون مفلوت ما هو مربوط وبدأ غالب بيك يراقب حنان وهي تتلفت حواليها وفتحت بوابة الفيلة ودخل شاب رجل وتعانق هو حنان ضمها إلى صدره تعانق هو إياه اللحظات وبعدين يعني حاولت إنها تتخلص من هذا الشاب وقالت له تعال شوي شوي يعني قاعد أتأشر لهذا اللي ما فيه سوالف وغالب بيك واقف على البلكون ويتأمل المنظر اللي داعش غالب بيك ويعني استغربه إنه تشلب ما نبح والرجل هذا اللي دخل صار يطبطب على رقوبة تشلب وعلى أظهره وتشلب يهزب ذيله هادئ وكأنه الرجل هذا يعني صديق للتشلب وعجيب ما فيه حدا يعني حدا غريب يدخل على الفيلا بالليل والدنيا يعني ظلام فما قدر يعرف من هو الشخص هذا ودخل ودخل هذا شخص مع حنان على الغرفة الصغيرة في الحديقة وسكر الباب عليهم هذا زاهر الولد العشقان الزائر الليلي زاهر هذا في الفترة الأخيرة يعني الظاهر أنه الولد وده يتسلم مع البنت حنان وظاهر الزواج معده في نيته لأنه قبل فترة أول ما تعرف على حنان عرض موضوع زواجها على أمه وأبوه وقالهم يعني فيه بنت مواصفاتها كذا وكذا فكان رد الأب والأم يعني فاتر وغير مشجع قالوا له يا ابني يا زاهر أنت شاب أعزب وما سبقوا أنك تزوجت وبعدين أنت ودك تزوج امرأة أكبر منك بخمس ست سنوات وحنان كانت أكبر من زاهر يعني بارمع خمس سنوات وبعدين يا ابني البنت مطلقة وفوق هذا مقطوعة منشجرة مالها أهل ولا وفوق هذا كله كمان تشتغل خدامة في بيوت الأغنياء فأنت مجنون يا ابني بعدين حتى لو تزوجت فشنو راح تقول للناس عليك زاهر تزوج خدامة ومطلقة وأكبر منه ومالها أهل فالولد زاهر الظاهر كان يحاول جس النبض أهله وما شدد عليهم في هالموضوع والظاهر أنه اقتنع باللي قالوه أمه وأبوه وما كان يريد أنه يتزوج من خدام ومطلقة أكبر منه فنسي موضوع الزواج ولكنه ظل على علاقته بحنان للتسلية وكذلك الأمر حنان حست بهذا الوضع لأنها كانت كل فترة والثانية تعرض عليهم موضوع الزواج وها فتحت أهلاك ما فتحتهم فكان يماطل كل ما فتحته بهالموضوع نرجع إلى غالب بيك غالب بيك لما شاف هالمنظر نار واشتغلت فيه داخله قال يعني منه هذا اللي قاعد يدخل على فيلتي وعلى بيتي في هالليل وعلى الخادمة اللي يجيب عشيقها ولا حبيبها إلى غرفتها وما ترعي حرمت هالبيت هذا اللي هي ماشلة وشاربة منه ومتقاوية فيه وهو اللي يعني دار باله عليها وأشفق عليها وكان ما يقصر معها أبدا وكان يعاملها وكأنها بنته وهذا غالب بيك رجل كان في الستينيات من عمره ورجل يعني بنى ثروة طائل اللي عنده والشركة بنفسه ورجل كان كادح ورجل شريف وعفيف ومحترم واخلاق عالية المهم توجه غالب إلى المكتب وطلع له مسدس من أحد الأدراج وتأكد منه أنه المسدس هذا مليان طلقات وحطه في جيب الروب ونزل درجات السلم أو الدرج شوي شوي للطابق الأول وطلع على الحديقة إلى غرفة الخادمة حنان ودق الباب لما دق الباب مباشرة قال افتحه الباب ترى أنا أدري أنكم الأثنين في الداخل أنتي وعشيقك حنان ما تعرف شو تسوي صارت تبجي وتولول وما طبعا ما في أمامها إلا أنها تفتح الباب لو كانت غرفة صغيرة عبوة تطلع لها يعني ثلاثة بثلاثة ما فيها إلا سرير وكرسي وخزانة ملابسة صغيرة ومستحيل أنها تقدر تخبي زاهر في أي مكان في هالغرفة صارت حنان تبوس يدين وجرين غالب بيك غالب بيك قال الحنان أنا ما راح أقتلت أنتي ولكن هذا الكلب ويأشر على زاهر قال هذا الولد مصيره الموت الولد زاهر لما سمع المصير الموت صار يبتي ويترجب غالب بيك ومشان الله يا سيدي والله أول مرة والله مدري إيش قال له غالب بيك والله أنك تشذاب والله هذي مهي أول مرة والدليل على هالشيء يا كلب لأنه الكلب ما نبح عليك والكلب هذا الظاهر متعود عليك وواضح أنه أنت كل يوم ربما كل ليلة قاعدة تفوت على بيتي وتقتحم حرمة المنزل ويقوم غالب بيك يسعب المسدس ويطلق على زاهر ست رصاصات ووقع زاهر فيه الأرض وحنان صارت تصرخ انتبتها حالة هستيرية بكاء وصراخ قاعد أفراد عائلة غالب على صوت إطلاق النار انزلوا تحت خير شنو اللي صاير زوجة غالب بيك وبنته وأبناءه ثلاث شنو اللي صاير يا بابا خير قال لهم غالب بيك الموضوع كذا وكذا وكذا وقال الواحد من أبنائه اتصل بشرطة مباشرة واحد من ولاد غالب بيك قال يا بابا أنا أعرف هذا شاب منه هذا شاب قال هذا واحد من عمال التوصيل توصيل الطلبات في دكان عبود المهم ما لكم بالطويلة حضر رجال الأمن والبحث الجنائي والأدلة الجنائية والشرطة وقامت الساعة هذاك اليوم في فيلا غالب بيك ألقوا القبض على غالب بيك وعلى الخادم حنان وحضرت سيارة إسعاف أسعفوا فيها أو حملوا فيها جثة زاهر لأنه زاهر كان متوفي في لحظتها وآخذوا جثته إلى المشرحة المهم ثاني يوم من الصبح يجي عبود وأخوه يفتحون الدكان الصغيرة هذه وعلى أساس عندهم عمل وشغل وقايمة الساعة من الصبح بمجرد ما افتعوا الباب رم جرس التليفون رد عبود قال أنت الآن مطلوب للحضور على مركز الشرطة رد عبود خير إن شاء الله مخفر شرطة يا فتاح يا عليم خير شنو اللي صاير قالوا له تعال فورا وبس تجي تعرف بلى كثر أسئلة وسوال فمالها طعمة كام عبود قال عود بالله من الشيطان الرجيم شنو اللي صاير من الصبح شرطة بهدل العمال وركب زيارته وراح على المخفر أو مركز شرطة لما وصل شرح له الضابط المسؤول عن الوضع اللي حاصل بحضور غالب بيك والخادمة حنان اللي صار ليلة أمس وسؤله الضابط قال يا عبود أنت تعرف بالعلاقة بين الأجير هذا اللي يشتغل عندك زاهر وبين حنان قال أقسم بالله العظيم أنا ما لعلاقة وأنا ما أدري بهذا الأمر أبدا قالوا له الآن تروع على المشرحة لشان تتعرف على الولد لربما يكون موهم وفعلا راح عبود وتعرف على جثة وقال هذه جثة زاهر أما بالنسبة الغالب بيك تم تقديمه للمحاكمة وانسجن غالب بيك حوالي سن زمان وكان الرجل عنده محامي شاطر طلع وحنان انطردت من عملها وما حد يعرف وين راحة أما أهل زاهر المساكين هذول أمه وأبوه الكبار واللي ما عنده معيل إلا الله سبحانه وتعالى ثم زاهر فجولة عند عبود قالوا له يا عبود هذا ابن شان يشتغل عندك وودك تعوضنا أنت إحنا جماعة ما عندنا معيل قام عبود قالهم وأنا شو دخلني يعني أنا شو علاقتي وأنا اللي اللي ذبحته وبعدين أبنكم لما كان روح يلتقي بالخادمة هذه الفلتان هو إياها أنا وين كنت أنا رجل ما إلي علاقة ولا إلي لا من قريب ولا من بعيد وبعدين الولدكم راح يقتحم حرمة رجل محترم بالليلة وحاول أنه يعتدي على يعني حرمة المنزل هذا فهذا جزاءه الطبيعي المهم بعد عدة جاهات وعدة روحات وجيات غالب بيك بعد ما طلع من السجن دفع دية زاهر الأموه وأبوه وتم طوي صفحة القضية نرجع لعبود عبود بعد ما انذبح زاهر ما اكترث لهذا الأمر وكان يقول جدام عماله والعمال يشتغلون عنده شلبو مات ديروا بالكم يا ولاد ترى أي واحد فيكم يرتكب غلطة في بيوت الناس الأكابر هذه ترى مصيره مثل مصير زاهر وذمكم على جمكم وراحت وراحت الأيام ومرة ومرة الشهور وعبود على حاله متسلط على هالعمال المساكين اللي يشتغلون عنده ونازل بهادل فيهم وبخيل عليهم إلى درجة كبيرة في يوم من الأيام يجي واحد من هالعمال وكان هذا العامل اسمه جعفر جعفرك هذا كان ما صغير لأسبوع يداوم عند عبود وكان رايح يوصل طلبية على البسكليت ولما رجع ثيابه ممزقة والدم يعني ينزف بعض الدماء فالولد هذا شنو صير عليه رايح على الفيل لأحد الأشخاص وفاتح الباب وظاهر ما يعرف أنه الفيل هذه فيها تشلب حراسة شرس ويقوم يهجم تشلب على جعفر ويعضه ويفزع البستنجي اللي موجود فيها الفيل وبالغصب لحتى خلص الولد جعفر من تشلب لما نجه هذا جعفر على الدكانة دكانة عبود خير يا جعفر شنو صير معاك قهل يا عبود واللي حصل كذا وكذا وكذا ومشان الله يوم علمي يخذني على المستشفى خلوهم يضربوني إبرة وتعرفون اللي عضو تشلب الله يعزكم لازم ياخذ إبرة ضد الكلب يسمونها إبرة كزاز أو كزاز والإبرة الضرورية هذه لازم ياخذها هذا جعفر المهم توسلوا بعد أخذوا رد قام عبود ركب الولد جعفر معه بالسيارة وأخذوا على المستشفى ولكن المستشفى اللي أخذ عبود جعفر عليه كان مستشفى خاص وضربوه إبرة ضد مرض الكلب وضم دوله وجراحه وضبط طول الأمور والولد هذا ما عنده فلوس فاللي دفع الفلوس عبود دفع فاتورة العلاج من جيبه والفاتورة هذه كانت تعادل راتب جعفر الشهر كامل قال عبود يا جعفر اسمع أنا ترى ماني جمعية خيرية إذا قدرت تحصل تكاليف العلاج هذه من الرجال صاحب الفيلة وترجع لي كان به ومعك فاتورة المستشفى هذه شوف الرجال ولعل وعسى يساعدك وإلا فأنا راح أضطر أني أخصم المبلغ هذا اللي دفعته مراتبك الشهري على ثلاث شهور كل شهر أخصم جزء من هذا المبلغ وهذا ترى يعني معروفية أو معروف مني لك ويقوم جعفر اختفى بعد هذا الأمر ومعد رجع لعند عبود أبدا بعد ما يعني تعالج وهذا قام الولد هرب ومعد بيّن عبود لما صار معاها الفيلم غضب وزعل وقال لك يعني أنا أكسب المال هذا كل يوم ولكن ما هم حصل من شغيلته ومستخدميه إلا على المصائب وهالدكان صحيح قاعد يجيب الفلوس بس بالمقابل قاعد يخسر على العمال هذول وقاعد يسببونه مشاكل ومصائب ووجع راس المهم عبود يعني ما غير من أطباعه كل ما حاله يزداد بخل وشراسة على هالعمال المساكين اللي يشتغلون عنده أو بهادل على الطالع والنازل ويلا روح ويلا تعال في يوم من الأيام يشتغل شاب اسمه مهران عند عبود وهذا الشاب مهران مبين عليه أنه شاب فقير جدا مبين عليه الفقر والبؤس وكان يرتدي بنطلون قديم مهتري الله عزكم الحذاء اللي لابسه مربطه بخيطان مشان يعني ما يقع من إجريه وقميص لونه جارد من الشمس ومن كثر الغسيل والقميص هذا مرقع رقعتين ثلاث ونحن نتحدث في آخر الستينيات يعني والحمد لله أنه الفقر هذا في غالبية الدول الحمد لله رب العالمين ما عاده موجود فكان مهران هذا شاب صغير عمره يعني فيه 18 عام كان يسكن فيه حي فقير جدا وبعد يومين من شغله طلب مهران من معلمه عبود سلفة على راتبه قال يا معلم أنا ودي سلفة صراحة يعني وبحاجة إلى فلوس فقالوا عبود حبيبي أنا ماني بنك ولا أعطي سلف ولا قروض آخر الشهر تستلم راتبك كامل على دائر مليم وانت حر سوي فيه اللي ودك يا أما أنك والله تحصل على سلف أنا ما عندي هاي السوالف بعدين أنت يعني تحصل على بعض البقشيش كل يوم ماشي حالك فيها المواصلاتك ودخانك أما غير هيك لا تحلم وكان هذا عبود للأسف أنه يشك بكل أجير عنده وما يثق بأي شخص منهم ورغم أنهم فقراء ومساكين ودرويش وأصابع الإيد ميكلها واحد وكان منغص عليهم عيشتهم في يوم من الأيام لاحظ عبود بعد ما سكر المحل المغرب بأنه جيوب بنطلون هذا مهران منتفخة قليلا يعني جيوب كأن فيها شيء فقال له يا مهران طول بالك شوي ويجي يحط جميل إيده في جيوب مهران ويطلع له علبتين سردين من جيب ومن جيب الثاني باكيت أو علبة جوبنا مثلثات أصفر لون وجه مهران المسكين وصار يرجف من الخوف وقدام كل الشغيلة الأربعة اللي معاه ويقوم جميل يضرب هذاك تشف اللي طير الشرار من عيونه ويضرب تشف ثاني وثالث ورابع ووقع الولد بالأرض وصار يركله بأجرية والولد طول باله كام علمي ومشان الله ومشان حب الله إلا إن عبود ما هو راد على هالخبر كله وقفوا العمال هذول الأربعة يعني مذهولين من تصرف عبود يمون هالدرجة يعني علبتين سردين وعلبت جبنة يعني ما خربت الدنيا قام واحد منهم ويقولوله الدكتور هذا ليش يقولوله الدكتور واحد من عمال عبود لأنه هذا كان يلبس نظارة طبية سميكة فتشعروا اللي بقولوا الدكتور طبعا مو كل الأطباء يرتدون نظارات طبية سميكة ولكن يعني فيها ذاك الوقت كانوا يشوفون أنه يعني اللي يرتدي نظارة طبية وخصوصا سميكة فهذا يكون دكتور المهم جاء هذا الدكتور وقال له يا معلم عبود هذا ثمن علبتين السردين وعلبت الجبنة وخلي يأخذن يا معلمي مشان الله فلا يعني يمكن أنه أمه أبو أخوانه جوعانين وبحاجة للعلبتين السردين وحبت الجبنة هذه قام عبود وافق وأخذ الفلوس من الدكتور وشعل علبتين السردين والجبنة وزتن على مهران ومهران المسكين واقع بالأرض ويبكي قال له خذ الإبضاع اللي سرقتها ياكلب بل أنت أسوأ من كلب الكلب ما يعض الإيد اللي تطعمه ولكن أنت عضيت الإيد اللي تطعمك تشتغل عندي وتسرقني تعال آخر الشهر خذ باقي حساب اليومين ثلاث اللي اشتغلت هن يا حقير وقام المسكين هذا مهران خذ علبتين السردين وعلبت الجبنة وقوموه أصدقاء هذول الأربعة ووصلوها على بيته وطول بالك وما عليش هذول الشباب الأربعة بدأوا في الأيام اللي بعدين يتسلفون بين بعضهم أنه معقول لهذه الدرجة عبود وهم مطلعين على الفلوس اللي قاعد يحصلها عبود بشكل يومي من خلال هالدكانة الصغيرة معقول يعني غصوا تبعينه علبتين سردين وخلاص الولد غلط يعني كان يقدر يعني أنه خلاص أخذ حقه غلط يعني مول هالدرجة يعني التعامل المهم صار العبود أعداء كثار وصار يعني الناس اللي تكره أكثر من اللي تحبه وتوالت مثل هالحوادث الصغيرة مع عمال عبود كل ما يجي واحد يسوي معاه فيلم على شغلات فاضية وتافية جدا الحوادث هذه زادت من كراهية الناس واحتقارهم له وتروح الأيام وتيجي الأيام وفي بداية السبعينيات حصلت أحداث فيها المنطقة اللي عايش فيها عبود اشتباكات مسلحة فيها ذاك الوقت وصار فيه حظر تجول في المدينة اللي عايش فيها عبود لمدة أسبوعين كاملات واللي ما تعرض لإطلاق النار مات من الجوع أو من العطش في بيته من نقص الغذاء والماء بعد أسبوعين تم الإعلان على الإذاعة الرسمية أنه اسمحوا للتجول كل يوم في نص النهار ساعتين زمان تطلع الناس تتبضع وتقضي بعض حاجياتها بسبب الأحداث الحاصلة وحظر التجول هذا صار حفاظا على أرواح الناس والوقت اللي نسمح فيه اللي التجول كان وقت قصير عبارة عن ساعتين ولا ثلاث والناس يا دوب هتلاحق تشتري طعام وخبز وحليب اللي عنده أطفال صغار أو يسمع عبود وأخوه في أنه مسموح للناس تطلع ويركبون سيارتهم ويروحون على الدكان الصغيرة هذه لما وصل والدكان وإلا فيه ناس خالعين الباب وكاسرين القفل والناس قاعدة تنهب الأغراض الموجودة في محل عبود المعلبات والخضروات اللي كان مسكر عليها واللي ما هي خربانة مثلا الصالحة أو يشتبك عبود وأخوه في عراق أو معركة بالأيدي مع اللصوص هذول أو الناس اللي قاعدين يسرقون المحل والظاهر أنه واحد منهم كان حامل إسلاح أو يطلق النار على عبود وأخوه ويموتون على الفور واللي حصل بعد وفاة عبود وأخوه في هذلك الوقت كان في فوضى أمنية واشتباكات مسلحة فما حدا اهتم في موضوع عبود وأخوه أنه ينفتح تحقيق فيها الجريمة وهذول اللصوص أو الناس اللي كانوا يسرقون محل عبود بعد ما أطلق النار عليهم هذا أخذوا الأغراض الموجودة فيها الدكان أنهبوها وهربوا أو ضاع دم عبود وأخوه وما يعني ما صار فيه مثل ما أقولنا ما تنفتح تحقيق فيها العادة لأنه صار فيه فوضى فيها ذاك الوقت وضايع الطاسة مثل ما نقول وراح دم عبود وما نعرف منه ذباحه إلى حد اليوم كانت هذه نهاية القصة والقصة طبعا نقدر نستخلص منها الكثير والكثير من العبار أترك هذا الموضوع لأنه أنا كقاص أو راوي تغيب عني الكثير من الأمور اللي أنت وتشوفونها غير ما أنا أشوفها أنتظر تعليقاتكم ودعمكم إلي بارك الله فيكم لا تنسونا من اللايك والاشتراك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر